كمان عاوز أشجع كل المشاهدين الشرق الأوسط كله بمر في ظروف صعبة جدا طبعا الأحداث الأخيرة الاجتياح التركي على المناطق السورية على قرى وضيع وبالتحديد أيضا كمان مناطق كردية في شمال شرق سوريا على حدود تركيا صار فيه اجتياح عسكري واقتحام وطبعا هذه المناطق التي شهدت سفك دماء كثير ولسيما أن هذه المناطق كانت تحت سيطرة داعش لسنوات والجدير بالذكر أن هؤلاء الناس الأكراد هم الذين دفعوا بحياتهم ودماءهم حتى يطردوا داعش من مناطقهم لكن للأسف عم نشوف اجتياح جديد وعم يعني بقاومه هناك لكن طبعا أمام جيش مدرب وعسكر وطيران الأمر صعب جدا فخلينا نصلي من أجل أحبائنا في المنطقة الكردية ولسيما أن المنطقة انفتحت جدا وعم بتستخدم مبدأ العلمانية وأنه الإنسان يحق لأنه يعتنق أي دياني وأنا شفته هذا الشيء بعيني وأعطوا حرية للمرأة أكثر من خمسين أو خمس وخمسين في المية في حكم للمرأة موجود في تلك المناطق ولكن نصلي أحبائها هذه المناطق أنا أحبها جدا لأنه أنا شخصيا رحت عليها عدة مرات وأنا شهدت أنه كيف الناس اللي عاشت تحت داعش وفي نفس الوقت شهدت الحرية بعد داعش ولسيما أنه عشرات بالمئات من الناس اللي آمنوا بالرب يسوع المسيح وتغيرت حياتهم واعتمدوا ليسوع المسيح وتأسست كنائس كثيرة في نفس المنطقة هذه المناطق عم تشهد مرة تانية اجتياح فخلينا نرفع أحبائنا وإخوتنا المؤمنين وكمان خلينا نصلي من أجل الأكراد بشكل عمومي والناس السوريين اللي على حدود موجودين هناك كلها نفوس غالية عزيزة على قلب الرب ونؤمر أنه كفى للدم أن يقف سفك الدماء وأنه المنطقة تشهد سلام وكيف تقتل الناس على قطعة أرض وكيف تقتل الناس على مش عاجبني هذا المجتمع وهذا الشعب مش عاجبني أو وما شابه فالفكرة أحبائي أنه فيه غلط في الموضوع من أساسه محتاجين أنه الله فعلا يخترق ويقتحم هذه المناطق بغفرانه وبمحبته وبسلامه أيضا فكمان خلينا نصلي من أجل أحبائنا الأكراد في شمال شرق سوريا اشتركوا في القناة